أن هناك احتمالات ألا يطول أمد الحرب محتاجين نعرف ما هي هذه الاحتمالات طبعاً الكل في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في سبيل الوصول لاتفاق هدنة وتبادل أسرى ومحتجزين وإيقاف القتال والحرب في قطاع غزة كل الأنظار كلها تتجه كان موجود وفد من حماس في القاهرة وتوجه إلى قطر لاستئناف واستكمال المفاوضات لكن الأخبار التي تأتي دائماً من قطاع غزة أو من الجانب الآخر تواصل قوات الاحتلال كل يوم شن مقات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة ومجازر دامية بترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وبتنفذ للأسف جرائم مروعة في مناطق اللي بتتوغل فيها سواء وسط القطاع أو في جنوب القطاع وده طبعاً في وجود وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكتر من 90% من السكان أهلين في قطاع غزة طبعاً هذه المخيمات أصبحت هي الملجأ الوحيد وربما تكون غرأة منها مع نقصان المواد الأساسية واللي مصر دايماً بتحاول تزود نسبة وكمية المساعدات اللي طلع من خلال معبر رفح المصري لأهلنا في غزة طيارات الاحتلال على سبيل المثال ضمرت مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة ضمن موجة العدوان المستمرة وضمن سياسة التدمير الشاملة اللي بنتهجها الاحتلال في عدوانه المستمرة على قطاع غزة حرق الأرض بما عليها ومن عليها يعني أصبحت غزة حتى تعود لتكون منطقة آهلة للسكان ده محتاج مهود دولي كبير جداً حتى تعود هذه البقعة إلى ما كانت عليه قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي لكن دورنا أن احنا دايماً نكون بنسلط الضوء على كل ما هو مستجد في ما يتعلق بهذا العدوان بكل أبعاده سواء الأبعاد الدبلوماسية والإنسانية وكل الأبعاد اللي ممكن تكون متعلقة بموضوع العدوان على غزة دور الإعلام في الحالة دي أنه هو بيوضح للناس الحقاية يعني هو الموضوع اللي بيسيطر على كل وسائل الإعلام فأولها هو موضوع الأحداث في غزة وخاصة إذا كانت بقرة الصراع بتتسع في بعض الأحيان وبيتم السيطرة عليها في بعض الأحيان الأخرى سواء بنشوف المجتمع اللي كان رافض الحديث عن ما يحدث في غزة بنلاقي طلبة الجامعات وده جيل جديد طالع الجامعات الأمريكية ده جيل نشأ جديد في أمريكا في الولايات المتحدة في الغرب الداعم لإسرائيل بينطفض لما يحدث داخل قطاع غزة وربما تكون ده تطور جديد لم تشهده القضية الفلسطينية من قبل